في هذا الفيديو سأشرح لكم مفهوم تحويلة القلب ذلك لأنها أمر بارغ الأهمية تستخدم التحويل بطرق كثيرة في الطب وهي تعني دفع شيء ما من المكان الذي يكون فيه عادة ونقله إلى مكان آخر في هذه الحالة هي تحويل تضفق الدم من المسار الطبيعي إلى مكان آخر ترون أمامكم رسماً توضيحياً للقلب سأسمي لكم كل شيء فيه هذا هو الجانب الأيمن وهذا هو الجانب الأيسر يستقبل الجانب الأيمن من القلب الدم من الجسم وهو يحتوي على كمية منخفضة من الأكسجين هنا الأذين الأيمن ورمزه R-A يدخل الدم في البطين الأيمن ورمزه R-V هذا الشريان الرئوي باللون الأزرق يمر فيه الدم الموجود في البطين الأيمن ثم الأذين الأيسر ورمزه L-A الذي يؤدي إلى البطين الأيسر ورمزه L-V وهذا البيعاء الكبير باللون الأحمر هو الشريان الأبهر يدخل الدم من هنا أو من هنا أي أن الأوردة تمرر الدم إلى الأذين الأيمن ثم إلى البطين الأيمن يوجد بين الأذين الأيمن والبطين الأيمن صمام هنا لن أتطرق لاسمه في الوقت الحالي تذكر فقط أنه موجود هنا ثم يدخل البطين الأيمن الدم إلى الشريان الرئوي ويوجد هنا صمام أيضا يتجه الدم من الشريان الرئوي نحو الرئتين حيث يتزود الدم بالأكسجين فيصبح الدم مؤكسجا تعيد الأوردة الرئوية الدم هنا وهنا إلى داخل الأذين الأيسر ثم ينتقل الدم من الأذين الأيسر إلى البطين الأيسر عبر هذا الصمام ثم يضخ البطين الأيسر الدم إلى الشريان الأبهر ليتضفق الدم منه إلى كافة أجزاء الجسم هذا المسار الذي يسدقه الدم بشكل أساسي عبر القلب والرئتين انظروا إلى هذه الحجرات والممرات المنفصلة يسير الدم بهذا المسار على الرغم من كون هذه الحجرات قريبة جدا من بعضها ويكون الدم غير المؤكسج مفصولا على الجهة المحملة بالدم المؤكسج يجدر التذكير أنني هنا أتحدث عن تحويلة القلب من اليمين إلى اليسار لأننا مهتمون بالأشخاص المصابين بالمرض الزراقي حيث يتحرك هذا الدم الأزرق في هذا الجانب بهذا الاتجاه سمت أمران لابد من حدوثهما حتى تحدث التحويلة أولاً يجب أن يكون هناك مسار للتحويلة ثانياً يجب أن يكون هناك نوع من القوة أو الضغط خلف التحويلة لدفعها للسير في هذا المسار بالنسبة للمسار يسير الدم عادة في المسار الأقل مقاومة لكن أين يمكن أن يوجد مثل هذا المسار؟ المسار الظاهر عند النظر إلى حجرتين الكبيرتين هو وجود فتحة هنا بين البطينين والكثير من الأشخاص يولدون بثقوب مختلفة في قلوبهم أحياناً تلتأم وأحياناً لا تلتأم بحسب المرض بالضبط أو الاضطراب البنيوي الذي يعانون منه لذا افترضوا وجود فتحة كبيرة هنا المكان الآخر الذي يمكن أن توجد فيه الفتحة هو بين الأذينين من المثير للاهتمام أن الجميع يولد مع هذه الفتحة في الحاجز الأذيني لكنها تغلق في اللحظات الأولى مع بدء عملية التنفس وأحياناً تظل هذه الفتحة موجودة ولا تختفي وهذه الفتحة ناجمة عن وجود وعاء ذموي لدى الجنين في رحم أمه يسمى بالقناة الشريانية ويحتاج الجنين هذه القناة في بطن أمه لأنه لا يتنفس وهي تساعده في الحصول على الدم من المشيمة تبدأ القناة بالانغلاق ببطء بعد الولادة أي أن هذه القناة ليست موجودة لدى البالغين أو حتى لدى الأطفال الصغار لكنها تشكل مساراً فعلياً للدم ذهاباً وإياباً في الأسابيع الأولى القليلة من حياة الطفل أما فيما يتعلق بالضغط فهو يساوي المقاومة ورمزها R ضرب التضفق ورمزه F والهدف من هذه المعادلة أن تتذكر فقط أن هناك علاقة بين الضغط والمقاومة هناك فرق كبير في الضغط بين الجزء الأيسر والجزء الأيمن من القلب ويعتمد كل ذلك على الوعاء الذي يضخ الدم عبره فالبطين الأيسر يضخ الدم في الشريان الأبهر ثم إلى الجسم أي أنه يضخ الدم بمواجهة مقاومة أوعية الجسم كلها مما يعني أن الضغط في الجانب الأيسر يساوي في الواقع ضغط الدم الآن ما هو ضغط الدم المثالي لدى البالغين؟ إنه حوالي 120 وذلك هو الضغط الإنقباضي أو ضغط القلب أثناء انقباضه أي أنه عندما ينقبض البطين الأيسر فإن الدم يندفع بضغط يبلغ حوالي 120 ملي متر زئبقي سأكتب الأرقام هناك للمقارنة أما في الجانب الأيمن فيدفع البطين الأيمن الدم إلى الرئتين حيث تكون المقاومة في الجملة الوعائية الرئوية أقل بكثير من مقاومة الجسم بأكمله إذن يبلغ ضغط الجانب الأيمن عادة بين 9 إلى 18 ملي متر زئبقي كل ذلك للإشارة إلى أن البطين الأيسر يعمل بشكل أكبر مقارنة بالبطين الأيمن لذلك يكون البطين الأيسر في القلب الطبيعي لدى البالغين أكبر وأقوى من البطين الأيمن فإذا انقبض كلاهما معا حتى لو كان هناك فتحة ستعتقدون أن تلك التحويلة الطبيعية تتحرك من اليسار إلى اليمين لأن قوة هذا الجانب الأيسر أكبر بكثير وهذا أمر صحيح لأنه يوجد العديد من الأمراض مرتبطة بالتحويلة من اليسار إلى اليمين لكن في حالة التحويلة من اليمين إلى اليسار ما هو سبب ازدياد قوة الجانب الأيمن عن الجانب الأيسر؟ أحد أهم من أسباب أن مقاومة الجملة الوعائية الرئوية لدى حديثي الولادة تكون مرتفعة جدا بشكل أولي يضغط الجانب الأيمن بشكل أكبر من الجانب الأيسر لذلك عند حديثي الولادة يكون من السهل جدا أن ينتقل الدم من اليمين إلى اليسار إذ لو أتيحت الدم فرصة الاختيار فسيتحرك نحو البطين الأيسر بدلا من الشريان الرئوي لأن المقاومة في الرئتين مرتفعة جدا تعد هذه أحد التحويلات المهمة من اليمين إلى اليسار وهي سائدة جدا لدى حديثي الولادة في الحقيقة من الممكن أن تحدث أيضا لدى البالغين حيث من الممكن أن يصاب البالغون بارتفاع ضغط الدم الرئوي وبذلك يمكن أن تكون التحويل من اليمين إلى اليسار بالتالي هذه إحدى طرق تحويلة القلب من اليمين إلى اليسار أن تكون مقاومة الرئتين عالية الطريقة الأخرى تتعلق بالصمام الرئوي الذي يصل البطين الأيمن بالشريان الرئوي من الممكن أن يكون هذا الصمام ضيقا جدا مما يرفع المقاومة هنا على نحو غير طبيعي مرة أخرى لو أتيح للدم أن يختار بين هنا وهنا فسيختار أن يذهب إلى الجانب الأيسر وهكذا تحصل التحويل أيضا في بعض الحالات لا يوجد بطين أيسر حيث أنه لم يتشكل فحص في هذه الحالة يكون الشريان الرئوي والأبهر موصولان هنا ويستقبل الدم من البطين الأيمن لا يعد ذلك تحويلة بقدر ما هو اختلاط الدم في الشانبين الأيمن والأيسر معا وخروجه هذه ليست قائمة شاملة بالطرق التي يمكن أن تحدث بها التحويلة لكنها للتوضيح أنه عند الحديث حول عيوب محددة في القلب عليكم التفكير دائما في المسار الذي يود أن يسلكه الدم والضغط والمقاومة التي تجعله يسلك ذلك المسار تساعدكم صورة القلب على فهم سبب إصابة الطفل حديث الولادة بالداء الزراقي لأن القلب مكون من سائل وعضلة وقنوات بغض النظر عن الإضطرابات البنيوية هكذا تكونون قد وصلتم إلى نهاية الدرس تستمиж Maar bite ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا